المشيشي مطلع بيان مطلع بيان الخارجية الأمريكية طلعت بيان ونحن بنقف بجانب ديمقراطية في تونس و المشيشي طلع بيان مهم دلوقتي هشام المشيشي أكد رئيس الوزراء التونسي المقالة هشام المشيشي تنفيذه لقرار الرئيس قيس سعيد بإعفائه من منصبه يعني المشيشي دلوقتي قابل قابل الإعفاء من مسؤوليته قابل قرارات الرئيس قيس سعيد ده تطور مهم خلوا بالكم ده تطور مهم لون ده يغير كتير في أي قراءات أخرى ومستعد لتسليم السلطة لأي شخص يختاره الرئيس قيس سعيد وأنه سيسلم المسؤولية إلى الشخصية التي سيختارها رئيس البلاد وقال في بيان الرأي العام سأتولى تسليم المسؤولية إلى الشخصية التي سيكلفها السيد رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة وأنه أوضح أنهم امطلق الحرص على تجنيب البلاد مزيدا من الاحتقام في وقت هي فيه في أشد الحاجة إلى تكاتف كل القوة للخروج من الوضعية المتأزمة التي تعيشها تونس على كافة المستويات فإني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أكون عنصرا معطلا أو جزءا من إشكال يزيد وضعية تونس تعقيدا والله كويس ومحافظة على سلامة كل التونسيين أعلن أنني أصطف كما كنت دائما إلى جانب شعبنا والسحقاقاتي وأعلن عن عدم تمسك بأي منصب أو أية مسؤولية في الدولة وقال أنه يتفهم حالة الاحتقام والشعور باليأس لدى العديد من بنات وأبناء وطننا نتيجة التأخر الكبير في إنجاز الاستحقاقات التي طال انتظارها مما أدى إلى غياب الثقة في الطبقة السياسية وفي مختلف الحكومات المتعاقبة والله بيان يحيي عليه والله يحيي عليه هذا البيان لأنه بيوفر كتير جدا على الرئيس قيسعد وكمان على الوضع الخارجي وهب بعض الناس اللي بيحاولوا يتدخلو في شأن تونس وكالعادة انتم عارفين في بعض الناس إيه اللي بيدعموا الإخوان الدعمين الإخوان دعمين غنوشي والله بيرحبوا بيس يصدفوه وبيعطوهه فلوسه وتمويل وغيره من دايقين طبما انت هتفضل تدكي على طول انت هتفضل تدكي على طول الإخوان انتهو في مصر فهي انتهوا في مختلف دول العالم مشوا في المنطقة دول العالم هيا انتهوا ان شاء الله بإذن الله تعالى كانت البداية والضربة الكبيرة والساحقة الماحقة كانت ليهم كده وانت بتلعب تنس ساحقة ماحقة كانت تلاتين ستة تلات عشر بس ساحقة ماحقة محتاج ايه تاني شوف عمل ايه في تونس وليبيا السودان حولك كذا وكذا اه ولسه في ألمانيا بيعملوا حاجات وفي ماليزيا بيعملوا حاجات وفي بلجيكا بيعملوا حاجات كده زي ما بقولك تو بعارف كده امريكا طبعا العنف وبتكلم على الحلول يجب ان تستند الى مبادئ وحقوق الانسان امريكا دارة على حقوق الانسان تحس جميع الاطراف في تونس على تجنب ما من شأنها ان يؤدي الى العنف كلموا الاخوان يعني همين بيعمل العنف غير الاخوان وارهاب اخوان كلموا قولوا لهم ما تعملوش عملية ارهابية الرئيس بيدافع مصالح شعبه بلد متعطلة امريكا اللي طوف قوي حقوق الانسان فده عملية لطيفة جدا مبادئ ديمقراطية فيه دستور فيه دستور قال دستور قال دستور كتبوه الاخوان فالرئيس خد سلطاته من الدستور راجع الاخوان قالهم ليه اعملتوا كده طبعا المرزوقي بتاع دعم الاكبر الاخوان زعلان ده من مبارح هيموت المرزوق مصف المرزوق هيموت هيلقى التمويل اتقطع عليه